نهاردة هنكمل شرح بس قبل ما نكمل شرح في كلمة مهمة بس عن الحتة دي لازم قبل ما تبدأ في الفيديو ده تكون انت تتفرق على الفيديو اللي في البلاي لسن لان كل الفيديو مرتبطة بعض في بالذات منهك دسم ولطيف جدا فهتستمتع فيه اهم حاجة عشان ما اطلق بطش الدنيا ببعض لازم انت تبص على الفيديوز اللي قبلها علشان تتبين عليها وهتلاقي في بتاع الفيديو علشان تشوف الفيديوز بالترسيل بتاع البلاي لسن هناخد النهاردة قبل ما تكمل الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وشاري للفيديو وصبسكرايب للشانل لو انت لسه ما عملتش سبسكرايب شايفك يا غدر ما تكملش غير لما تعمل سبسكرايب عندي كان مهمة لازم اعرفها في في الاول بتحصل على بس التأسير بيظهر على يعني ان انا عندي اهو مسلا عندي تلاتة اتنين طوال واحد قصير مسلا حتفايفر مسلا وجود القصير ده فالدولة مسلا حيموتوا وهيتبقى ده طول ويجرو بقى ويعمل ويكمل ويطلع ده فكرة هي بتفايفر او بتاك بتختار بس التأسير بيظهر بعد كده في ان انا بلاقي ان يحصل في ان انا مشيت ناحية جين معين او ناحية قليل معين او ناحية معين فده اللي بيفيفر برضو الاختلاف في نفسها ده بيقدي ان يحصل ما هو لو ما كانش فيه اختلاف في الجينز ما ما كانش فيه اختلاف في الصفات ما كانش هيبقى فيه تنوع ما كانش هيبقى فيه اختيار للانسب او اختيار للملائم اكتر للطبيع فهنا يجي لنا بقى مصطلح زي ما قلنا هو التغيير في في نفسها على مدار بس انا لسه محافظ عن ان انا كوني في نفسها يعني انا محاط بخلي المصطلح ده معي دلوقتي عشان انا نحتاجه بطير دي ان انا لو نعتبر ان دي 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 يختار ما بين واحد او اتنين او تلاتة ان هو يكمل بس انا لسه او ان انا لسه في نفس النوع او في نفس ما اتغيرتش يبقى ده لازم معرفة معنى انا بيحصل تغيير في يبقى مجرد ان انا بختار من واحد اتنين تلاتة في نفس على مدارة ما غيرتش النوع اللي انا شغال فيه ما غيرتش انا مجرد بس بقى في الجينز بقى غير في الجينز وكون انا بطلع من محتوى واحد طب دي ايه اللي بيحدثها بيقولك حاجتين يعمى الميوتاشن وحناخد ازاي؟ يعمى السيكشوال ريبروداكشن وحناخد برضو انواع ثانية بروسيز بتالتر في الفارياشن او في على مدار ريجنريشن عندك بيقولك في حاجة اسمها البيسياشن دي زي انتواع او التنوع يعني ايه؟ يعني انا كنت بدأ بـ X ده بدأ يتحول شوية يتحول شوية حد شوية لغاية ما فقط حاجة منه بقى واحد فكده هل ده شبه ده؟ اه فيه شبه منه بس هل ده هو ده؟ لا فاول ما انا اقصر اللينك اللي ما بينهم او اطلع بره الاسبيسيز فانا كده وصلت الاسبيسيز تانية او ان انا وصلت الاسبيسيز تاني ودي فكرة بتاع داروينز ان هي بتشرح ازاي بيحصل اسبيسيز بتورجينيت وازاي ان هي بتعمل اصلا ودي فكرة الماكرو ايولوشن يبقى احنا لازم نفرق ما بين الماكرو 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 انا لسه في نفس الماكرو دي كنت تبادئ بسبيسيز معينة بعد كده طلعها تبرا الاسبيسيز لفل لليفل تاني عندي نوعين بقى من الاسبيسييشن اما الوباتريك اما سيمباتريك وعلشان ان انا احفظه او الوباتريك او y即ت تق كروب او simbatic او same country او a way or other other away country اللي هو الالوباتريك اسبيسييز حاصل cierوق كثر ربطة ما بين 2 species فحصل speciation عما السنباتريك هو انا في نفس المكان محصلش geografic barrier. يبقى فرم منا الالوباتريك وسيباتريك speciation. الالوباتريك حصل geografic barrier. السنباتريك محصلش geografic barrier. عشان كده بقول لسامي seeem country ودي برضو هيطرح في الشابطة اللي البعد وفي الفيديو البعده اكتر. التفصيل بتاع السبباتريك دي. بس اعرفه واسا فعلي دلوقتي مبيني على باتريك حسن بات. بيقولك ان بيقيسوا الاماونت التنوع اللي موجود فيه معينة. حقسها ازاي. في يقولك ان بيقدر ان هم يعرفوا في النفسه عن طريق الاماونت بتاعت ايه 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 يعني ان هي اللي هتقدر ان هي تبديدي اما في الاحتمالين. عكس لو كانت بيبقى ليها احتمال واحد. فاننا يبقى عندي مقدار من التنوع هو دي معنا الهتيروزايجات. بيقيسوها عن الجين والملاكي. يقولك بقى ان في سعاية بيعمل تغيير في نفسه. بيقيسوها عن طريق حاجة اسمها الكلين. الكلين دي بيقيس الاليل فرقونسي على ايه اللاتيتيود او على الجيوغرافيك ديستريبوشن. فده اسمه الكلين. عندي بقى الميوتايشن هي ايه? هي بتاعت الديانية. انا الديانية عندي بيحصل له تغيير بدل ما هو كان مسلا اه ادنين طايمين سايتوزين مسلا. فده يتغير يخليني مسلا ادنين جوانين سايتوزين. فده ميوتايشن. حصل وان بوينت ميوتايشن. احنا لسا نقولها. ايه بوينت 2008 ميوتايشن انهو يتغير لي ما ده اسمه نيوكلي تيد بي سنيتغير hire one ميوتايشن. ده اسمه ميوتايشن. لازم احط في الاعتبار ان انا عندي نوعين من ميوتايشن هي اما جاميت. ياما احصل في جاميت. ياما بتحصل في جاميت بس هي اللي بتروح اللي بتورس. اما ميوتايشن انها بتحصل في القديل. مش كلها ايه? بتورس. اللي بتحصل بس في الجميل اللي كان باست لي التأثير بقى بتاع متنوع انا عارفين ان في الدي اي في في عامة عشان ما ناخدش في تفضيل انا لو عندي ده الدي اي عندي ونون كودين والاكتر هو نون كودين وبيبقى ليه يعني انا من الساهم ده كله هلاقي مسلا ان الحتة دي هي الكودين اللي وتعملي بروتين والحتة دي اللي هتعملي بروتين الحتة دي يا لتعملي دي حكمة ربنا يعشان لو حصل ميوتاشن نسبة الي تحصل في حاجة متأثرش تعملش بروتين يبقى اكتر من ان الي تأثر على حاجة بتعمل فيها بروتين خ discovery فبقوا لك اللي بتحصل في هنا مسلا لو حصل ميوتاشن دي مش هتأثرلي في حاجة لانو مش بيحتله اصلا اه مش بيعمل ببروتين. فعشان كده بيقولك ما بيقصرش على البروتين production. علشان بتاعت الجناتك كود. ان هو نسبة ان هو اكتر بكتير من بس لو حصل في البروتين يبقى ده هيبقى لان في الاغلب بيبقى النتيجة سلبية. بس في نفس الوقت ممكن ان هي ان يحصل في البروتين البروتين. وده ساعات ممكن بالصدفة كده بتاع الارجانزم. عارفين زي لما ييجي مع الهوب لدوك. لو حصل ميوتاشن هوب دابل كيك تزود بتاع الارجانزم. بس عني انواع تانية الكروموسوم الميوتاشن. الكروموسوم الميوتاشن ان انا هيحصل لي في الكروموسوم كامل ميوتاشن. ان هو مسلا يبدل مع كروموسوم تاني. بس ده غالبا. يعني اما اكتر بقى او في اللوكس. بس ده غالبا بيبقى يعني انا عندي الكروموسوم اهو يحصل لي مسلا ان هو يفقد دراع من الدراعات بتاعك. او ان هو يتبدل بدل ما ده هنا مسلا. يبقى ده هنا. بعد كده كده. فدي امثلة الكروموسوم الميوتاشن. دي في الاغلب بتبقى هارم. الميوتاشن ريتز اقل حاجة في الانيمالز وبلانت. بعد كده اكتر شوية في البروكاريوتيكس واكتر حاجة في الفيروس. عندي بتعمل شفل للاكزيستنج عشان تعمل لي نيو كومبينيشن. دي احنا اخدناها احنا قلنا احسن حاجة فيها. اللي هو الميوز وكده بعد كده في ان هي بتطلق لكومبينيشن جديدة. وجناتك ديفرنس جديدة. عكس البران. والتأسير بتاع ده ممكن يحصل كل فين وفين. في بالزات. في الانيمالز وبلانس. عكس الايه هو ده اللي بيحصل اكتر. فلها بيعمل جناتك ديفرنس اكتر اللي بيخلي ممكن يحصل له ايه? يبقى بوسيبر. عندي بعد كده عشان اعرف لو عندي عايز اعرف هي بتحصلها افولوشن ولا لا. بس خلي بالي ان في شروط ان هما لو نون افولفن. لو نون افولفن يبقى مش هيبقى فيه نيوتيشن. ومش وحيحصل فيه يعني ما ينفعش ان انا اجيب خلان. هقول له انت عشان عندك كزا لازم تعمل مع خلان. ما ينفعش. الان انا بعمل ميت عمياني. وانت غير معرفة جينوتيب بتاع الارجانزم. وما فيش ناتشور سيلكشن. ولازم يبقى على سريم لارج وانه ما يحصلش جين خلو. دي الفايف كونديشن اللي نون افولفن وهي ريرلي مت في النيتشر. ولاي الاول ما بتلاقيه. ايه تعريف في البيبولوشن اصلا? البيبولوشن هي. يعني هما بس موجودة في اريا معينة. كابابل انهما مع بعض ويدو لي فرتائل اوف سبرينج. عشان لما ناخد بعد كده. الحاجات اللي بتعملي اه يقولك ده مش ببولوشن. ليه? علشان هو ماشي حاصل بس ما طلعوش فرتائل اوف سبرينج. يعني اخدها بعد كده في الشافتة ببعض. او انهما ما عارفوش اصلا يعملوا خالص. ما نفع سبب اجيو جرافيك ديستربيوشن. تعريف البيبولوشن انه هما في مكان معين وكابل انهما يعملوا وكمان كابل ان هما طلعوا فرتائل اوف سبرينج ان هو يطلع اوف سبرينج تاني. وزي ما قلنا ان جيناتك بول هي الحاجة وهمية ان انا بجمع فيها الاليلز وكلها اللي ممكن تبقى موجودة في كل اللقاء او كل الجينز اللي موجودة في البيبولوشن دي. ايه هو بقى بقى بيقولك ان هو الفريقوينس بتاع القليل قدر ان انا احسبها. انا عندي اتنين قليل. بي وكيو. الفريقوينس بتاع بي احنا لو عملنا حيتبقى لي ده لسه زي ما هو. حيتبقى بعد كده بي باور تو بلاس تو بي كيو بلاس تو باور تو بيقولك بيقولك البي باور تو دي بقى الفريقوينسي بتاعت الدومنان. تو بي كيو الهيتيروزايجوس والكيو باور تو دي رساس. يبقى هاردي وينبيرج اكوشن. دي ايديال بيبولوشن. not evolving. الكلزر بيبولوشن للكريتريا بتاعت هاردي وينبيرج كل ما كانت على الفريقوينسي دي كل ما كانت ايه فاحنا مثلا احنا عايزين نأسيوم ان اللوكس اللي بيسبب فنائل كتينيوريا ده فكده هستنتج ان ايه ان الفنائل كتينيوريا جين ميوتاشن ريت وليل. وان الميت سيليكشن راندم. وان الناتشار سيليكشن رير. وان البيبولوشن اللي اخترتها دي لغاور. ما عندوش افكت على البيبولوشن دولا اللي عندهم نفس الاليل فريقوينس. ده تعريف ان ما يحصلش جين فلو. جين فلو كده زي اكي انه راح ضيف من الجينز عندي الهناك. ان هو اثر الجين بتاع على الجينز بتاعت البيبولوشن تاني. بيقول لك الاكورنس بتاع تنائل كتينيوريا هو وان بير تان تاوزن بير. فقعنا كده ان الفريقوينسي زيرو بويند زيرو زيرو وان ده الكيو بور تو. هاخد فيبقى كيو ايقوال زيرو زيرو وان. اخد بقى الفريقوينسي بتاعة النورمي الليل وان مينوس زيرو بويند زيرو واين دي وان. هيبقى لي زيرو بويند ماين. منها بقى اقضى راحسب بفريقوينسي بتاعة هتيروو زاجز. تايم زيرو بويند زيرو وان. هيتلع لي بقى الفريقوينسي بتاعة الهاتروز. عندي تلاتة بيأثروا على العليل. وحنا قلنا ان هي اي بتختور زبعانها. وحنا اخد هذه البق variable الهاتنين دولار. الجيناتيك دريفت وضح لي او التغييرات من جينيريشن للبعد وكلما كانت السامبل قليلة كلما كان حصل او بان اقل يعني هقول حالة المسال لو في الف مسلا وطلع لي واحد غير لما يكون عشرة وطلع لي واحد ده واحد على عشرة غير واحد على الف فالجيناتيك دريفت بتضنق في ايه في وخلي بالي ان الجيناتيك دريفت كلما هو ماشي ناحية حاجة كلما هو كده اللي موجود في فكده بيقلل من اللي موجود زي هنا مسلا انا كان عندي بتاعت بعد كده بتاعت فضل يحصل للرد قليل ففي بقى بقى كله فدي كده حصل ما هو دريفت او ناحية قليل معين عندي نوعين بقى من الجيناتيك دريفت والبوتلناك الفاوندر افكت ان انا اخدت جزء من البيبولوشن وعملت لهم يعني انا مسلا هنا كان في خمسين اخدت منهم خمسة فالخمسة دولة فممكن يكون فيهم بس ريسلس فانا كده عملت جيناتيك دريفت من غير ما حسن ان انا اخد عدد معين من الاليل وحطتهم في مكان تاني فهم بقوا بفضلوا مع نفسهم فهم اكملوا بنفس الاليلز اللي معاهم فكده الاليل فريقونسي في بيسموها كده بيبقى خالص من الارج بيبولوشن عندي بقى البيبولوشن الدياجرام ده بيوضح اكيد ان انا عندي كان دي بعد كده حصل ببوتلناكينج افكت اي بقى اعثار اه بركان اي حاجة خلى لي ان بعد ما كان عندي كل الاليلز دي اهو اصفر وابيض وازرق بقى عندي بس الابيض وازرق دولة دولة اللي عملوا سيرفايف دولة اللي عاشوا فدي بوتل ناك افكت زي عنق الزجاجة احنا مش كلنا بنطلع بره بعونق الزجاجة كلنا ممكن في ناس بتتحشر كده في نص ما بتعرفش تطلع فدي نفس الموضوع بوتل ناكينج افكت اتحشره عند عنق الزجاجة ومعارفوش يطلع تعملي بقى عشان تفاوة كده معي قولنا ان هو قولنا لما يتغير واحد من خمسين غير لما يتغير واحد من الجناتك دريفت بتغير راندبلي وكمان بيقدل لوس اف جناتك بارييشن والجناتك دريفت ممكن ان هو يعمل هارم في الاليلز ان هي تبقى فكسد ممكن انا عمل دريفت ناحية الاليلز ومعينة وتفضل ان هي ايه سافة الجين فلو بقى دي هي حركة الاليلز من ببولوشن لببولوشن تاني يعني هنا المثال الجميل ده بيقولك ان هو وامن كرياتد باي كمبيوتر من سيفر ريسز فهنا حصل جين فلو من اكتر من ريسز بيحصل تبادل في الجين ترايان في الجين عشان كده بيقولك ان دلوقتي مفيش سلالة مقية مية في المية لان كله اختلط ببعضه ده تعريف الجناتك فلو يبقى ايه الجناتك فلو ممكن لخاصة ان هي او الجميل فوركزامبل لو احنا مش بنقادمين مسلا في الورد الورد بلو بيحصل له جناتك فلو عن طريق البولين ومع الوقت هتلاقي ان هم تحس ان هم كله شواه بعض ما بقىش في حد بيقور مسلا كله بقى في صفات مختلطة من بعض فده بيريديوس ما بين تلاقي مسلا ان هو في الاول كان الناس اللي موجودة في امريكا مسلا ليهو الشعر الصفر اللي ان الخضرة دلوقتي بقت تلاقيه ولا اكن واحد مصري فده عشان كده بيقولك ان الجين فلو مع الوقت بيقلل الاختلافات اللي ما بين هنا اهم حاجة عندي في السلايد دي كلمة ريليتيف فتنس ايه ريليتيف فتنس؟ كنتروبيوشن بتاع الانديبيجول للجين بول انا لو عندي هوموزايجوس ريساسف تريد وواحد عنده هتيروزايجوس تريد وانا الطبيعة بتفايفر الهوموزايجوس ريساسف ده فانا بقارن الكونتروبيوشن بتاع الانديبيجول ده ان هو يطلع في في مقارنة الكونتروبيوشن بتاع الانديبيجول يبقى دي الريليتيف فتنس عندي بقى اهم حاجة في الناتشري سيليكشن والريليتيف فتنس ان انا لازم اعرف ان في انواع الناتشري في السليكشن اما دايريكشنل وانديريكشن اعرف ان هي ساهم رايح نحية حتة اكناها مزبزبة هي واقعة وبعد كده تاني هي ستيبل في حتة يبقى قعدة في النص كده راسي يبقى اعرف ان هي طالعة كده في طب دم اعناها ده ايه؟ هدي الهول اريجنال ببوليوشن بعد كده هي حصلها ايه؟ تبقى ايه؟ تبقى دايريكتد الفايفور اند من الو اند بس مش الاند من الاند يعني يمين او الشمال يبقى انا الناحية اليمين هتبقى فايفوربول لايه فانا هتظهر اللي موجودة في الناحية اليمين بس والترايتس اللي موجودة في الناحية الاشتريم دي مش هظهر دي كده دايريكشنل. اما هي تظهر الانديريكستريم بس بس مش وان اكستريم. واخد اول اكستريم وتاني اكستريم. يبقى حاخد يمين وشمال. بس اكستريم. هاخد اللي في المص. فتعمل ايه? بتزود الفريقونسي بتاعة الاليز اللي بتزود فهنا يعمل حاجة اسمها لانه يحصل ماتش ما بين الارجانزم اللي هو فيه. يعني زي هنا مسلا انه حصل في الكاتل فيش. هنا عنده الكاتل فيش اهو ده. والموفابل بونز برضو اللي موجودة في التعبين اللي بيخليها تقدر تاكل حاجات اكبر منها بكتير. وبسبب ان بتتغير اول باول. فان بيحصل له برضو تغيير. يعني ممكن يحصل مرة. ما يحصلش بعد كده. ممكن يموت. فيحصل لتريد جديدة. خلي بالي ان ده راندم. فهما مش مش على طول بيقدوا. عكس ناتشور سيليكشن. ناتشور سيليكشن. هو اول ما يحصل تغير في الانفيرارمنت لازم يحصل. لازم يعمل ناتشور سيليكشن. فدي فلازم اخلي بال من حتة دي لان الجين ممكن ينكريز او يديكريز المعش ما بين الورجانزم والانفيرومنت. يعني ممكن الجين فلو والجين يبقى عكس خالص انفيرومنت عايزات. عشان كده هو عكس نان راندم يعني انه هو بيبقى طبقا للانفيرومنت. اما الجين و الجين فلو راندم. مش طبقا للانفيرومنت. دي بقى دي الاختيار بتاع الميتنج. دي الاقتلافات الموجودة بين بتاعتها. يعني ان بيبقى الميتز ليهم معينة والفيروميتز ليهم معينة. وكل واحد بيها تباها بيها. فده كل مكان الميتز بيتأتركت الفيروميل اكتر كل مكان الشانس بتاعتها تعيش اكتر. فلا انها هي حتقدر ان هي تريبريدوس وتقدر ان هي تطلع اوفيس برين. دي اكتر مسال في هنا توص بيشو للميت بتاعه علشان ان هو ايه يقدر ان هو يعمل معي. بيقولك بعد كده ان فيه بتاع يعني بيقولك ان فيه او فيه طرق بتخلي ان انا حافظ على بتاعتي. اول حاجة. ان انا عندي ففيه كده بيبقى يعني ان انا مش بقى بس مجرد بس. لو كان بس ما كنتش هيبان عندي. اما لأ عندي عندي. بيبقى ناس كتيرة عندها بس مستخبية. فليسة فيه فدي دي حاجة تانية كمان. ان انا عندي ساعات ليه ان انا يكوني عندي ودي في لما يبقى بيعمل رزيستنس ليه المالاريا. فدي ادفانتج ليه الهتيروزايجوز تريد. بيبقى عندي دي اللي ما بتقصر ليش على حاجة ولا هي منها اه نافع ولا منها ضرق. زي ما قلنا اللي بتحصل في الان انا راح حط لي في الان كودين. حاصل اختلاف الان كودين ده مش هيقصر لي في حاجة مش هيعملي بروتين او هي حاجة. او اللي يحصل اللي عندها على البروتين فانكشن. عو البروتين ملوش اي تلاتين لازم وحاصل فيه فخلاص مش هيقصر لي في حاجة. ليه بقى ما قدرش عامل حاجة لايه على كل لان السليكشن او بيشتغل على اللي موجودة عنده. مثلا انت معاك في البيت حاجات في التلاجة معينة. انت عايز تعمل اكلة. ما مش هتخترها. هتطلع من الحاجات اللي موجودة في التلاجة. هي دي نفسه انا عندي معينة او معينة. انا مش هخترع اللي جديد. لأ انا بختار من اللي عندي لها او بختارها اكبر. وكمان هي قاعد بالحاجات اللي بتحصل عند رقيق الهيستشن. وكمان انه يحصل صدفة ان مع بعض. وكده خلصنا الشابتر ده. نلخص بقى اللي احنا اقلناه احنا كلامنا عن ليه اكتر هما ممكن يكونوا هارمليس. ازاي عملنا لأيه هو ويه 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 اقلناه ايه هو بتاعة الهاردي وينبرغ ايكوليب. وقدرنا كمان ابلاي الهاردي وينبرغ ايكويشن للببولوشن للفيناي الكتيني يوريا وقلنا ازاي هو هو الاني ميكانيزم اللي يعمل وشرحنا الرول بتاعة في الجناتيك درافت. وقدرنا فرع ما بين الانتراسكشوال والانتراسكشوال وقلنا ايه هو الاسباب اللي تخلي ما يعملش وفي الاخر ما تنساش تعمل لايك وشير وفي الاخر ما تنساش تعمل سبسكرايب يا محترم. في الاخر love you all keep going.